ما الذي يجعلنا نحسن بشدة وبشكل مفاجئ؟ وما الذي يجعلنا نفقد الاهتمام بالأشياء التي كانت فيما سبق مهمة بالنسبة لنا؟ وما الذي يجعلنا نفقد الرغبة بالحياة والرغبة بالأشياء؟ ونفقد اللذة والمتعة بكل شيء في الحياة؟ إنه الاكتئاب يا سادة، القاتل الصامت ما الأسباب العلمية التي تؤدي إلى الاكتئاب؟ وما العلاجات المناسبة التي تخلصنا من الاكتئاب استمع معي خطوة بخطوة السبب العلمي الأول كثرة العيش في الضغوط السلبية ترى السلبية تسمع السلبية تعيش في السلبية استمرار لي التوتر لي فترات طويلة من الزمن الخوف لفترات طويلة من الزمن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستمر لهرمون الكورتزول هرمون الإجهاد فيؤدي ذلك إلى خفض مستوى الدوبامين والسيرتونين فتشعر دوما بالميل إلى الاكتئاب والميل إلى العزلة وتشعر في قرارة نفسك أو في داخلك بأنك حزين جدا وبدون أن تعرف ما هو السبب ثانيا عندما يعيش الكائن البشري لمدة طويلة من الزمن ضمن روتين يومي متكرر وغير متجدد العين لا ترى أشياء جديدة والأذن لا تسمع أخبار جديدة يؤدي ذلك إلى نوع من الخمول النفسي السكون النفسي ويؤدي ذلك إلى نوع من الحزن ونوع من الاكتئاب الدائم بسبب عدم التجديد والميل دوما إلى العزلة بسبب عدم رؤية أشياء جديدة أو عدم سماع أخبار جديدة ثالثا توفر الأشياء بسهولة فكلما كانت الأشياء متوفرة وبسهولة يؤدي ذلك إلى فقدان لذة الوصول أو لذة الامتلاك أو لذة الحصول على هذا الشيء قيمة الأشياء تتحدد بالنفس البشرية بصعوبة امتلاكها أو بصعوبة الوصول إليها فكلما كانت الأشياء متوفرة أو متاحة يؤدي ذلك إلى زرع نوع من الاكتئاب وعدم القدرة على التجديد وعدم القدرة على الاستمتاع والحصول على اللذة بالأشياء عندما تتعرض إلى الكثير من الانتقادات من الوسط الخاص أو من الوسط العام وتتعرض للفشل وتتعرض أيضا للسخرية وتجد بأن أعمالك دوما تميل إلى ناحية الخسران أو ناحية الفشل فيؤدي ذلك إلى فقدان القيمة بالذات وتشعر بنوع من المحاسبة الذاتية وجلد الذات فهذا يخلق نوع من المسؤولية النفسية التي تؤدي إلى نوع من النفور ونوع من الاكتئاب والحزن الدائم والمستمر وتحطيم الآمال وتحطيم الذات السبب الآخر عندما تضع نفسك في مقارنة غير عادلة إذا كنت فقيرا تضع نفسك في مقارنة شخص ملياردير أو إذا كنت لا تملك شكل جميلا تضع نفسك في مقارنة شخص وسيم الوجه أو جميل الوجه هذه المقارنة غير العادلة تخلق نوع من الانتقاد الذاتي وجلد الذات وعدم القناعة بالنفس البشرية الذاتية فيؤدي إلى نوع من اللوم جلد الذات ومن ثم الحزن والاكتئاب الدائم السبب الآخر هو الفراغ الفراغ لمدة طويلة من الزمن إن الصحة والفراغ والجدى مفسدة للشباب بأي مفسدة عندما يعيش الكائن البشر فترات طويلة من الزمن ضمن فراغ طويل لا يملأه أي نشاط معين أو أي عمل معين ولا يوجد أي تجديد ولا يوجد أي أهداف أو السعي لتحقيق أمر معين فيودي ذلك إلى نوع من الاكتئاب ونوع من الحزن الدائم بسبب الفراغ الفراغ يعني عدم وجود التجديد وعدم وجود أهداف أو السير نحو شيء يشغل النفس البشرية سبب الآخر هو التشتت النفسي الذاتي عندما نرغب بالحصول على أكثر من هدف دفعة واحدة فيودي ذلك إلى نوع من التشتت وفقدان التركيز وعدم الوصول إلى أي شيء بسبب توزيع الطاقة على أكثر من بند فيدخل في داخلنا نوع من التحطيم النفسي الذاتي وشعور الفشل بسبب عدم امتلاك أي شيء وشعور الخذلان وكذلك الأمر تشعر بنوع من الحزن الدائم والاكتئاب الدائم النصيحة العلمية الأولى ابحث عن الضحك والابتسامة يجب أن تحاول يوميا أن تضحى كل ما شعرت بنوع من الاكتئاب قم بافتعال الضحك أو الذهاب إلى أماكن وأوساط معينة تشعرك بنوع من الابتسامة ونوع من الضحك أو الرغبة بالضحك الضحك والابتسامة يرفع مستوى الدوبامين والسيرتونين فيودي ذلك إلى الشعور بالسعادة والطمأنينة والراحة والهدوء الذاتي تجنب السهر لفترات طويلة من الزمن في الليل يجب أن تطبق القاعدة وجعلنا الليل لباسة وجعلنا النهار معاشا فيجب أن ينعم الجسم البشري بفترات من الراحة حصرا بالليل ويجب أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا فيودي ذلك إلى مد الجسم بكميات كبيرة من هرمون الميلاتونين مما يشعرك بنوع من ارتفاع الدوبامين والسيرتونين يعني الهدوء والراحة والطمأنينة والسعادة النصيحة الثالثة تنفس الهواء النقي لفترات طويلة من الزمن خصوصا فترات الصباح الباكر بعد الاستيقاظ باكرا مع المشي في الحدائق واستنشاق الهواء النقي أو بفترات المساء المتأخر بعد المغرب فيودي ذلك إلى رفع مستوى الأكسجين فيودي ذلك إلى ماذا؟ إلى نوع من السعادة والطمأنينة والراحة الذاتية النصيحة الطبية الأخرى أبعد نفسك البشرية عن الأخبار السيئة عن رؤية المشاهد المؤلمة أو المشاهد السيئة أو سماع الأخبار السيئة جنبوا أرواحكم الطاهرة الأخبار السيئة أو التفاعل مع الأحداث السلبية أو تتبع عورات الناس أو أخبار الناس السيئة أو الحديث بأمور سيئة سواء كانت بالغيبة أو النميمة أبعدوا أرواحكم عن الأخبار السيئة فهي تؤدي إلى تلويث الأرواح فيؤدي إلى الشعور بالكآبة والسوداوية الداخلية لا تحمل نفسك البشرية أكثر من قدرتها وأكثر من طاقتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما كان لك لا ينبغي أن يكون لغيرك ابتسم وحاول دوما أن تتحدث مع الآخرين مع الدائرة القريبة مع الأصدقاء مع العائلة مع أي شخص ترى فيه الإيجابية التحدث يؤدي ذلك إلى نوع من الراحة النفسية النصيحة الأخيرة ابتعدوا عن العالم الافتراضي الممل المتكرر الذي ينبعث من الأجهزة ومن البرامج المملة والذي ينبعث من المسلسلات المتكررة المملة التي لا تقدم ولا تضيف أي أشياء جديدة للداخل البشري وحاولوا قراءة الكتب قراءة الكتب تؤدي إلى تغذية النفس البشرية واكتشاف الجديد وتعلم أشياء جديدة والتعرف على معلومات جديدة وأيضا طبقوا قاعدة السفر سافروا ففي الأسفار راحة نفسية واكتشاف عوالم جديدة ثقافات جديدة وراحة للنفس البشرية أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر